مساء الخير ومساء النصر المصر ربنا يحفظ مصر أرضاً وشعباً وقيادة إن شاء الله محروصة كانت ومازالت وستظل بلدي وأهلاً بيكو في يوم جديد مميز كالعادة من طريقي مع عضيف أكثر تميز في مجاله أيام قليلة ويجي يوم الاحتفال العظيم الجمهورية الجديدة 30-6 عايزين نعلم أولادنا أن 30-6 ده مش مجرد يوم موجود في النتيجة بالعكس ده كان يوم حاسم وفاصل يوم ليه هالة وهامة وقيمة وقامة عايزين نعلم أولادنا أن في 30-6 لو ما كانشي 30-6 حصل فيه ما حصل كان وجهة مصر كلها تتغير عايزين نعلم كمان أولادنا أن مصر وطن وليست مجرد سكن نقول الإنجازات اللي حصلت فكل عام وكل لحظة وانتم إن شاء الله تعالى بخير رسالة بنوجها إلى صاحب الفخامة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي سبع سنين من الإنجازات في كل القطاعات داخل مصر وخارجها هنتكلم كمان على الإنجاز في قطاع الأمن الاجتماعي والأمن الغزائي مشروعات فرضت نفسها على أرض الواقع طرق وكباري تطوير الريف المصري حملات الصحة 100 مليون صحة وغيرها كمان تكافل وكرامة وحياة كريمة ومليون ونصف مليون فدان الصوب الزراعية النهاردة معانا ضيف أكثر تميز في مجاله واحد من هذه السواعد المحترمة المخلصة والوطنية وطني حتى نخاع بلا مجاملة إلى شخصه الكريم بيتعامل من مكانه ومن موقعه بحب حب لهذا الكيان العريق والعميق مصرين الحبيبة ربنا إن شاء الله تعالى نحفظه نكلم ومستعرض معظفنا بجانب جزء إلى سيرة العطرة اللي موجودة بتاعته في السيفي الخاص به كل يوم بسم الله ما شاء الله بيضاف له إنجازات مغلفها حب الناس بيتابع سياسة الباب المفتوح داخل مكتبه عشان كده جزء من شغله في القطاع الخدمي على مدار سنينه بجانب أنه هو أستاذ البيئة بمركز بحوص الصحراء حاصل على مجستير ودكتوراه كمان سبقه دايما أعماله وإنجازاته هنستعرض على التحديات في الزراعية داخل مصرنا الحبيبة للنهوض بيها ترأسه كأمين عامل اتحاد المهندسين الزراعيين على فرقة وماذا يقدم الاتحاد إلى القرى السمراء كمان رؤيته للمشروعات القومية وخاصة في مجال الزراعة كل هذا وأكثر مع القيمة والقاومة اللي مشرفنا النهاردة في طريق دكتور سيد خليفة لكن قبل ما نروح لضفنا الكريم لازم ننوه على أن السبع سنين من الإنجازات يريت بقولها تاني وكررها تاني كل واحد يقعد مع ابنه يقوله أني تلاتين ستة اللي هو بعد كم يوم والله العظيم كان يوم مش عادي زي ما النهاردة كمان ضفنا في طريقي ضيف مميز مش عادي دكتور سيد خليفة الأمين العام لاتحاد المهندسين على فارقة مدير مكتب إكساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين مشرفنا في طريق أهلا بيك يا دكتور وشرف وإضافة وجودك أهلا بيك وأنا شاكل لحضرتك على المقدمة الجميلة وشاكل لكل فريع الإعداد وسعيد أكتر بالاستضافة النهاردة في برنامج متميز في قناتنا قناة مصر الزراعية كل الشكر لحضراتكم يميان تحياتي لك والله هنقول لحضرتك على حدوته وده من قلبه وده حصل يعني احنا شاهدين على كم دايما نحن بننوه أن يضفنا فلان الفلان اللي مشرفنا فالواحد بيتبسط على المستوى الشخصي لما بيكون بيوصلوا كم رسائل ناس باعتالك والله تحيات وتأدير واحترام ناس اشتغلت معاها وناس كمان بره مش عارفوا حضرتك على المستوى الشخصي ولكن إن إيد ممدودة كانت لهم في مهم الأيام فأنا جمهورنا بلغت الأمانة لضيف الكريم وهو معاكم برضو كل تحية وتأدير لحضرتك كل الشكر لكل يعني أهلينا وكل متابعيكم ومشاهديكم وسعيد أكتر النهاردة أن بيتم استضافتي في هذا البرنامج المتميز النهاردة 26 ستة في مثل هذا اليوم من ثم سنوات كانت كل التحضرات في مصر في كل القرى في كل النجوع في المدن التحضرات ليوم 36 يوم الثورة المجيدة 36 2013 اليوم المشهود الأعظم ثورة في تاريخ مصر ثورة يعني قامت ضد سنة واحدة للفاشية كانت شعرها يسقط يسقط حكم العسكر النهاردة 26 ستة في نفس مثل هذا اليوم من ثمان سنوات عقد الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت اجتماع كان في نفس هذا اليوم وكان بيتوعد وكان 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 كل الشكر للشعب المصري لشعب مصر لقواتنا المسلحة اللي حمت لثورة الشعب المصري لإنها شعب حماها لقوات المسلحة نحن النهاردة 8 سنوات بنسترجع ذكريات تلاحم الشعب المصري في كل بقاع مصر والتحضيرات لثورة العظيمة ثورة الثلاثين تحياتي ليك جزء من الحلقة هو طريقي هو طريق حضرتك فبرضو بناخد قدوة للناس اللي سمعانا وخصوصا الشباب الناس فهموا برضو انه يعني الدكتور سيد خليفة حاليا العمين العام للاتحاد ومدير مكتب اكساد ونقيب الزراعيين ده جه في لحظة انا عايزة ارجع كده الخطوة من بداية دخولة بكلية الحياة وكلية الزراعة كان لعبة قدر ولا حضرتك كنت حابب وعايز كلية الزراعة ساعة الاقدار بتغير المسار طبيعي خلينا اقول لحضرتك يعني اترجعنا بالذاكرة سنوات طويلة انا بحتز بانتماء البلدي والوطني مصر العظيمة بحتز ان انا واحد من ابناء الريف الصعيد قريتي اسمها شطورة ومركز تحقى ومحافظ الصواك نشأت فيها واطلقيت تعليم الابتدائي والاعدادي في نفس القرية ثم انتقلت الى المرحلة السنوية لمدرسة رفاعة الطهطة والسنوية العسكرية في مدينة تحتة المعرفة وانا ومجموعة من زملائي في نفس سني كنا دايما نبحث عن المعرفة للأسف في ذلك الوقت في 76 ما كانش فيه معرفة غير الراديو وكان الجرائد بتجلنا كان فيه قطر يطلع من باب الحديد اسمه قطر الصحافة نستنى انها يوصل الصبح انا ليه ثلاث اصدقاء كانوا ريبين جدا مني واحنا في اولى سنوية واحد منهم دلوقتي مسؤول في احد الهيئات القضائية والاخر اعلامي مشهور كنا كل يوم الصبح لما نوصل تحته نشتري ثلاث جرائد كل واحد يدفع تمام جرنان ونبدله مع بعض احنا الثلاث وبالتالي المعرفة كانت محدودة جدا بالنسبة لنا كان هو الجرنان اللي يقدر يشتريه ويقراءه او بالليل نسمع السيرة الهلالية الكاتب العظيم الله يرحمه وعبد الرحمن الابنودي كانت هي دي كل المعرفة اللي كانت موجودة عندنا في ذلك الوقت فيه سعيد مصر وفي كل قرى سعيد مصر حصلت على السنوية العامة وكنت واخد مجموع كان مدخلني كلية طب البيتري ولكن نشأتنا الزراعية وارتبطنا بالارض وارتبطنا بالزرع دي كانت بالنسبة لي دافع ان انا خش بالفعل كلية الزراع وانتحقت كلية الزراع جامعة اسيوت والحمد لله يعني برضو الثقافة والمعرفة المحدودة اللي اطلقناها من خلال الصحافة اللي نتناولها او حتى ما كانش لسه فيه تلفزيون ما كانش فيه كهربا عايز اقول لحضرتك ان انا حصلت على الاعدادية على لمة جاز ما كانش عندنا كهربا في قريتنا السنوية العامة ايضا على لمة جاز ما كانش لسه فيه كهربا الا في المجمع المجمع ده مقصود به وحدة صحية نوطة الشرطة يعني هو ده بس اللي كان فيه كهربا في ذلك الوقت تلقي تسعة وسبعين تسعة وسبعين النشأة دي في مرحلة الابتدائي والاعدادي وحب المعرفة خلاني في الكلية اندمك فيه النشاط الطلابي من خلال الجوالة تحدى الطلاب الانشطة الطلابية دي شكلت جزء كبير من حياتي ومن ثقافتي وانا في مرحلة الجامعة ربنا وفقني الحمد لله وكنت اول دفعتي سنة ثلاثة وتمانين في كلية زراعة جامعة السيوت التحقت بعديها بأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة افتكر في اربعة وتمانين وانا نازل اجازة بركب من محطة رمسيس اشتريت الجورنان كاعدتي اول حاجة اشتريها الجورنان كان هو ده الوسيلة الوحيدة للمعرفة والقيت فيه اعلان اعلان على معهد بحوظ صحراء ما كانش اسمه مركز بحوظ صحراء طالب وظيفة مساعد باحث وبالتالي روحت بلدنا في البسطة كتبت طلب بناء على الاعلان وقديت مدة خدمتي وتعينت وانا في مرحلة اداء الخدمة العسكرية اتخرجت وبرضو نزل اعلان برضو اجازة تانية عقوبها في كلية الزراعة جامعة الفيوم عايزين معي وقدمت برضو بالفعل في الوظيفة دي برضو عن طريق البريد وربنا اراد ان انا استلمت عملي كمساعد باحث في معهد بحوظ الصحراء في ذلك الوقت وجات لي بالفعل كلية الزراعة بعديها الفيوم في نفس اعلان تاني ولكن فضلت خلاص اندمجت في معهد الصحراء في ذلك الوقت وبدأت رحلتي العلمية في هذا المعهد وكان لي شرف ان بعد خط الانسحاب الاولاني من سينة اللي هو كان منطقة راستر في طور وبدأت يتم انشاء جهاز لتعمير سينة وبدأنا في محطة تم انشاءها في راستر الكلام ده في 85-86 وكان لي شرف ان انا اول واحد يزرع امح على المية الملحة في سينة درسات المجلسير بتاعي عايز اقول لحضرتك عشان نرجع للسبع سينة اللي فاتوا كنت عشان توصل لغاية سينة ولغاية راستر ما كانش لسه فيه نفق احمد حمدي وبالتالي كان كبري بيتفرد ممكن توحه ست ساعات الناحية الغربية على البل ما تعد الناحية التانية والعكس ما كانش فيه امكانيات للبحث العلمي كان ما حد الصحراء في ذلك الوقت كل اللي فيه ثلاث سيارات متهلكة وبالتالي كانت معاناة شديدة في عملية تنقلنا كان ليه اتنين زملاء بيدرسوا دكتوراه برضو زرعوا امح معايا في نفس التوقيت في ستة وتمانين سبعة وتمانين وحصلت على المجسير على زراحة الامح في سينة وبعدين نزل اعلان في منظمة المؤتمر الاسلامي عايزين خبير لمكافحة تصحر في غرب افريقيا في الحزام بتاع الدكار وسنجال موروتانيا فولتا العليا اللي هي كودوفورد الواتي وبالفعل اترشحت وعملت لمدة عامين في منطقة غرب افريقيا في مجال تسبيت الكسبان الرملية وزحف الرمال ورجحت كملت الدكتوراه بتاعتي وعملت الدكتوراه بتاعتي ايضا في سينة في منطقة جبل الحلال في منطقة اسمها الضيقة كنت بدرس النباتات الطبيعية والموجودة في هذه المنطقة كان فيه يامل احتلال الاسرائيل السيناء كان فيه عالم اسم دانيل يهودي كان بيعمل الدراسة دي انا عملتها بعد ما هو عملها بعشرين سنة عشان نشوف الفرق في التنوع ايه اللي حصل كان بيعملها بالطيران انا كنت بعملها على رجلية بسيارة ضعيفة جدا اطلع خمس ست ساعات الجبل الحلال عشان اشوف النباتات واعمل الدراسات بتاعتي العشق ده العلم العشق والعمل العام وحبك وان انت بتعمل الكلام ده عن حب وليس عن مهنة او وظيفة انا بأديها لا انت عاشق عايز توصل لايه عايز في النهاية ايه مرحلتك الفترة بتاعت الكلية وانا في الكلية وبرضو في اول حياتي العملية في محل الصحراء اول ما جيت القاهرة مباشرة وتعينت روحت الاهرام الاهرام كان فيها نوادي علوم الاهرام وانا عايز الثقافة دي ومحتاج المعرفة فكنت اتردد يومين في الاسبوع على نوادي العلوم في الاهرام شكلت جزء كبير من ثقافتي كانت متميزة جدا استاذ واجدي رياض ومجموعة كبيرة جدا اتعلمت كتير في هذه المؤسسة العريقة الاهرام في نوادي الاهرام ايضا شاركت في انشطة شبابية من خلال وزارة الشباب في بعض الدول العربية وانا طالب كنت اسافر سوريا بلوتوبيس عشان نعمل حملات تشجير اسافر تونس بلوتوبيس عشان نعمل حملات تشجير واحنا في الجامعة كنا نروح الوادي الجديد واحنا طالبا نعمل حملات تشجير وزرعنا اول غابة سنة ستة احتقد تمانين واحد وتمانين في مدينة الخارجة اول غابة زرعناها احنا الشباب بتوع جامعة اسيوت لان كانت قارب حاجة بالنسبة لنا الوادي الجديد لما تسترجع ده وتشوف الانشطة الشبابية اللي احنا مفتقدينها وولدنا حتى العمل العام لما هو بيندمك فيه بشكل جزء كبير من تكوينه ومن حياته وحتى تفكيره كل ده بصراحة يعني من خلال برنامج حضرتك انا بشكر اسرتي احنا الصعيد عادة بنتجوز قريبنا وانا زوجتي بنت عمي زوجة فاضلة اتحملت مشقة كبيرة جدا هي واسرتي ولادي عندي ولدين الكبير احمد مؤيد في كلية الهندسة بيعمل ماجستير علي الاصغر طالب في كلية الهندسة ايضا في جامعة النيل الاهلية اسرتي هي سبب نجاحي بعد ربنا سبحانه وتعالى لان الاسرة هي السند الزوجة زي ما بيقوله هي عمود الخيمة في البيت هي اللي بتحملها العبء الاكبر في تربية الولاد في تعليمهم وبالتالي الامانة تقتضي علي وصراحة تقتضي علي ان وراء كل ده كان اسرتي الصغيرة ممثلة في الزوجتي واولادي كل التحية ليهم والتأدير والله زي ما حضرتك بتقول كده ان هم بيتحملوا فعلا هم بيدفعوا ضريبة علشان خاطر الناس انت بتلاقي النهاردة قاعد على كرسي وفي وضعية معينة فاكيد في ناس مشاركاك زي ما شاركت النجاح ده تدفع الضريبة تاني ستة والانجازات اللي حصرت لو هناخد مثلا قطاع الامن الغذائي توصيفك بقى للمشهد ماذا كان او ماذا لو لم تنجح تلاتين ستة خصوصا ايه اللي كنا نشوفه في قطاع الامن الغذائي والزراعة في مصر حقو التخصص خليني اقول له حضرتك على مدى يعني تاريخي وعملت عمل عام وعمل سياسي وانا حاليا اشغل موقع تنفيذي وان كانت شرف لاي حد يتحدث باسم الحكومة الحالية التي يرأسها الرجل فاضل محترم الدكتور مصفى مدبولي ووزراء جميعهم محترمين بيبذلوا كل الجهد لصالح الدولة المصرية اللي حصل في السبع سنوات الماضية في قطاع الزراعة والامن الغذائي اللي هو احنا بصدده الشيء يعني انجازات غير مسبوقة داخل هذا القطاع لما تتحدث على القطاع الزراعة هو امن قومي زيه زيه حاجات كتيرة جدا كل التأرير اللي كانت موضوعة تحت نظر وبصر السيد الرئيس في ولاية الاولى احنا كان عندنا مشاكل الامن الغذائي بدأت تحدث من 2009 و2010 وكنا بنشوف طوابير الخبز وقدي الخناءات على الخبز وكان فيه تأرير صدر عن الفاو في 2012 وترأستها حضرتك انت مدير مكتب يعني كان هذا التأرير بيتحدث معك هذا التعبير العام والإحصال مصري ان فقدان حالة الامن الغذائي وضعف الامن الغذائي في مصر وصل ل 17% في 2011 و12 و13 وده رقم يخوف وده رقم مخيف جدا طبعا لان اي حكومة كل حلمها انها توفر الاكل صح والشرب وجودة جيدة لكافة المواطنين بصورة مستدامة صح ده طموح وامل كل حكومة على مصر العالم صح وبالتالي السيد الرئيس عمل على هذا الملف بصراحة بمنتهج جدية والحزم صح ومنتهج جدية والحزم لان هذا الملف هو امن قومي الامن الغذائي والفقر في الامن الغذائي ليس معناه الناس ما بتكلش انما معناه عدم قدرة الحكومات على توفير على توفير على توفير السلع وبجودة وبسعر مناسب للمواطنين ولذلك السيد الرئيس خد مجموعة من القرارات مع مؤسسات الدولة المعنية ويمكن شفنا كان اول تدشين للمشروعات القومية في ديسمبر 2015 للسيد الرئيس في منطقة الفرفر في ديسمبر 2015 لما اطلق مشروعات اصلاح العراض وبدأنا نشوف كل يوم في مشروعات جديدة في نهضة زراعية حديثة يقودها السيد الرئيس انت النهاردة لما حصلت جائحة كورونا اللي ضربت العالم كله مصر نكوننا في امان الامان بالعبسة كنا الدعم دعينين وسند لدول تاني وسند لدول كثيرة جدا وبالتالي هذه المشروعات اللي تم اطلقها بدأ الشعب المصري حاليا يجني سمارها ظهر سمارها معنا في تصدير الحاصلات الزراعية حالة الامن الغذائي كل السلعة متوفرة وبجودة عالية جدا لما تيجي تتكلم على مشروع الدلتة جديدة مشروع الدلتة جديدة انا بسميه رئة مصر للامن الغذائي صحيح لان انت بتتكلم على مليون فدان هي مساحة 2 مليون فدان هزرع منهم مليون فدان منطقة لوجستية تصنيع زراعية هتستوعب تقريبا 5 مليون من السكان عادة توزيع الخريطة السكانية على كامل التراب المصري وبالتالي دي كلها اتاحة لما تيجي تتكلم على مشروع تشكى الخير تشكى الصورة الزهنية عندنا كمصريين بدأ في 97 والصورة الزهنية انه هناك سلبيات في هذا المشروع ولكن خليني اقول حاجة فكر السيد الرئيس وقناحته ان هذه المشروعات لا ترتبط باشخاص انما هي مشروعات هي مشروعات امة وليس مشروعات مرتبطة باشخاص وعشان كده طلب السيد الرئيس تدخيق البيانات وعلاج السلبيات في هذا المشروع ويعاد الحياة ليتاني النهاردة بنتكلم تدرك الاخطاء نجاح في 20-22 هيكون تم زراعة 500 ألف الدام في تشكة هتزرع كلها أمح هتقلل فاتورة للصيرات بتاعتنا 25% عن الوضع الحالي كل هذه المشروعات اللي بتعمل عليها سيد الرئيس والدولة هدفها توفير الأمن الغذائي وتقديمه بصورة أفضل للشعب المصري في زل الزيادة المطردة في عدد السكان ده ما بتقدرش تفصله عن استكشاف مصر لمواردها المائية المتجددة عندنا تحدي في المية وبالتالي بدأت تتجه لتحليط المية عادة تدوير استخدام ميز الصرف ترشيد استخدام المية بتطوير الرأي النهاردة التحديث الشبكة الوطنية للمجار المائية في مصر تكلم على 80 مليار جنيه كل ده بيصبوا في النهاية في استكشاف موارد مائية جديدة تعزز من قدراتك على تحقيق الأمن الغذائي وإضافة بساحات جديدة صحيح أرجع للاتحاد لحضرتك أمين عاملية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفرقى ودور وبرضه في تنمية تحقيق تنمية المستدامة في الحبيبة أفريقيا خصوصا برضه عودة الرياضة لمصر في ظل عهد فخامة الرئيس حضرتك شايف توصيفك وصلنا لحد فين معاه ومدى التواصل وطبيعة ماذا يقدم للقر السمراء وبرضه المصرين الحبيبة وخصوصا في مجال الزراع من ضمن الملفات الخارجية عودة مصر بسقالها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وحتى على المستوى أفريقيا وشوفنا سبع سنوات زيارات متعددة للسيد الرئيس عفتاح السيسي للعديد من البلدان الأفريقية وعايز أقول لحضرتك احنا الأسبوعين اللي فاتوا وشوفنا مؤتمرين همين جدا لأفريقيا وفي مصر المؤتمر الأولا كان خاص بالمحاكم الدستورية الأفريقية المؤتمر الثاني كان على التوازي في شرم الشيخ عن الاستثمار في الدول الأفريقية السيد الرئيس هو يترقص لاتحاد الأفريقي في عام 2019 طلبت من سياتو أن احنا ندشن اتحاد للمهندسين الزراعيين الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبالفعل سياتو دعم هذا التوجه وتمت تدشينه تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ شارك معنا العديد من أشقان الأفريقية وده كان في فبراير في 8 فبراير 2020 وجات أزمة كورونا أثرت على التجمعات وهدف للتحاد احنا مجتمع مدني سواء نقابة مهندسين أو اتحاد مهندسين زراعيين الأفريق العالم كله والاتفاقيات الدولية وحتى السبعتاشر هدف للأمم المتحدة اللي مصر وموقع عليهم وكل البلدان وموقع عليهم بتحتمد بدور أو بآخر على المجتمع المدني في التنمية منظومة للنجاح إحدى دعائم النجاح آسف ولذلك لما احنا فكرنا ننشأ هذا الاتحاد كمجتمع مدني عايزين المنظمات الزراعية الأفريقية عايزين منظمات المرأة الريفية عايزين النقابات الزراعية عايزين كلنا نندمج مع بعض لأن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تبحث عن المنفعة المتبادلة لا نبحث على أن طرف يكسب على حساب الطرف الثاني لا ده مش موجود في السياسة المصرية حاليا إنما نبحث دايما على الشراكة والمنفعة المتبادلة وكان ده توجهنا وإحنا بندشن هذا الاتحاد في سبعة لعشر فبراير الماضي في شرم الشيق عقدنا أول مؤتمر تحت عنوان منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز الزراعة والتجارة البينية بين الدول الأفريقية حضروا حضوري عدد محدود عشان الكورونا وكان عبر شبكات التواصل وعبر الزوم معانا تلات تلاف من الأشقان الأفريقية بيمثلوا دول شمال أفريقيا غرب أفريقيا شرق أفريقيا جنوب أفريقيا رقم مفرح برضه رقم مرقم كبير صحيح أشقائنا الدعم اللي بيقدم السيد الرئيس لكل أشقائنا في كل المجالات في الصحة في التعليم في كل المجالات مقدرينه تماما وعشان كده لما تدعيهم لأي حوار مصري أفريقي بتلاقي فيه استجابة وبنشكر السيد الرئيس والسياسة الخارجية ووزارة الخارجية على هذا المكهود الكبير إحنا خلال هذا المؤتمر ركزنا على خمس نقاط هنشتغل بنشتغل بدأنا بالفعل نشتغل عليهم مع الدولة المصرية كان المحور الأولان بنشتغل عليه التدريب وبناء القدرات لأن التدريب وبناء القدرات لأشقان الأفارقة خصوصا من شباب المهندسين الزراعيين والمرأة وده يتم في المركز المصري الدولي لزراعة التابع لوزارة الزراع عشان يبدأوا تنرفع قدراتهم على التكنولوجيات الحديثة للزراعة لأن محتاجين جزئية دي لأن احنا لما بنجي نتكلم على أفريقيا أفريقيا عدد سكانها 1.4 مليار تاني دولة بعد آسيا لما بنتكلم على مساحة الأرض الزراعية القابلة للزراعة في أفريقيا 932 مليون هكتار مزرع منهم دلوقتي 50% فقط 50% فقط حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وبعضها 15% نتيجة عوقات في جمالك مطلوب أن يزيد خلال الفترة اللي جاية من 25% ل 40% بس من غير ما يقبى فيه آليات فنية وإدارية هيقبى فيه صعوبة أن حجم التجارة البينية تفعيله فيه تحديات بتواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي لما الدول الأفريقية توفقت على أجندة أفريقيا 2063 كان أهم محور في الأجندة هو محور التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي ليه التنمية الزراعية؟ نحن فيه 225 مليون مواطن أفريقيا مهددين بنقص الأمن الغذائي مهددين بنقص الأمن الغذائي وبالتالي هذا المحور كل البلدان الأفريقية لازم تشتغل عليهم فيه تحديات تانية تحديات المتعلقة بالتصحر والتغيرات المناقية عدم وجود كوادر متدربة يعني مؤهلة في بعض عنصر بشر ومهم جدا لدارة العملية عدم استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة من شبكات ري متطور من تقنيات حديثة في قطاع الزراعة كل دي تحديات بتواجه الزراعة فاحنا قلنا في البداية نرفع القدرات وبناء القدرات كباس بلدنج لشباب المهندسين الزراعيين والمرأة الريفية وعندنا المركز المصري الدولي لزراعة تابعة لوزارة الزراعة عشان نعلم المحور التاني ان احنا نمد بعض عشقانا في بعض البلدان الأفريقية بسلالات الجديدة اللي بتينتلكها مركز البحث الزراعية اللي هي عالية الانتاجية بتتحمل الجفاف مقاومة للإيكاد الحراري حسب ظروف كل دولة مصر عندها مزارع أفريقية في بعض الدول الأفريقية لا عايزين نتوسح فيها لان دي تعتبر مراكز إرشادية لأشقانا بنجرب فيها أصناف بتاعتنا بنديهم تدريب من خلال هذه المزارع الإرشادية النقطة المتعلقة بالتجارة البيانية طلبنا ان احنا نوحد المعيير بتاع الحجر الزراعي والحجر البيطري والصحة والصحة النباتية في كل البلدان عشان نعمل عملية انسياب التجارة البيانية من غير ما يقب عندك توحيد للحجر الزراعي والحجر البيطري والصحة النباتية هيقب عندك صعوبة في تطبيق الحجر عندنا مركز بحوظ صحرة اللي أنا بنتامي ليه مركز متميز بعض البلدان الأفريقية بتعاني من التصحر ممكن بخبرات مركز البحوظ الزراعية نقدر نساعد كل أبحاثه تطبيقية بالزبط نساعد بعض أشقانا لأفرقى في كيفية الحد من زحف الرمال من مكافح التصحر النقطة اللي مركزين عليها بعد كده عملية قصص النجاح للمشروعات القومية المصرية في قطاع الزراعة في المزارع السماكية في الصوب الزراعية في الانتاج الحيواني وحتى في برنامج تطوير الريف المصر دي قصص نجاح للحكومة عايزين ننقلها برضو لأشقانا لأفرقى عشان يستفيدوا من قصص النجاح لأن ده دورنا تقريبا دور القمس نقط اللي احنا يعني بنشتغل عليهم دلوقتي مع الحكومة وبتوبهات ودعم كبير من القيادة السياسية ومن مؤسسات الدولة المعنية في تنفيذ الخمس نقط دول اللي احنا بدأنا عليهم عندنا مؤتمر هيعقد في نوفمبر القادم في المغرب الشقيق المؤتمر السنوي هيعقد بإذن الله في المغرب في الفترة من خمسة إلى سبعة نوفمبر القادم بإذن الله هيعقد ليل اتحاد بإذن الله لأن احنا لسه حتى الآن ما زال عندنا بعض هيك الاتحاد لم يتم تشكيلها نظر الظروف التباعد وعدم السفر لأزمة كورونا إن شاء الله هيتم تشكيل باقي هاك الاتحاد بإذن الله في المؤتمر القادم بإذن الله في المغرب إن شاء الله رب نكتب النجاح شوف حضرتك كل على ذكره نحن بكلم عن الإنجازات حينما تتوافق الإرادة مع الإدارة بيحصل إنجازات أنا مستشعر من كلام حضرتك كلمة والتانية أنه فيه دعم من فخامة الرئيس دعم من الحكومة حينما نرجع برضو خطوة تاني ونقول ما فيش بس إحنا نتكلم على ذكره سبع سنين من الإنجازات ففعلا شايف حضرتك منظومة النجاح ماشية على وطيرة وعلى نظام حضرتك راضي عنه كمتخصص بخصوصا إحنا كمان وصلنا تطرقنا لدول تانية أفريقية هرجع تاني لمجال الزراعة مثلا مشروع مستقبل مصر دلتة جديدة حضرتك بتقول هي رئة الزراعة في مصر شايف كمان تحديات سؤال الشاهد من كلامي تحديات الزراعة المصرية إزاي نرتقي بيها وأنا عارف أني بحكم تحصصك وبحكم ناكب من المهنة مهما نوصل لدرجة محتاجين أكتر وكتر عشان الزيادة السكانية شايف إحنا نحل الإشكالية دي إزاي في الزراعة المصرية ده لو كان في إشكالية أو هتقدم طروحة حلية طيب خليني برضو أقول لحضرتك حاجة بحكم أن أنا اشتغلت في مناطق حدودية كتير الدولة المصرية حاليا بتنفذ العديد من المشروعات في المناطق الحدودية سواء في المناطق الجنوبية أو الغربية أو الشرقية لأن دي أيضا مرتبطة بالأمن القومي ومرتبطة بخدمة أهلينا قاطيني هذه المناطق أعتقد الفترة اللي جاية هذا العام ميزانية هذا العام في ضخص استثمارات ضخمة لتنمية المناطق الحدودي لما نتكلم على تحديات قطاع زراعة إحنا عندنا ستة مليون فدان اللي عايشين على اليوم في الوادي والدلتة 70% من إنتاجنا من الغذاء بيجي من الستة مليون فدان 30% بتيجي كانت من السسمار الزراعي اللي هو الاتنم مليون فدان قبل الفترة الولاية الأولى للسيد الرئيس خلاف المشروعات القومية اللي تم إضافتها مستقبل مصر أو تشكة جديدة أو سيناء أو المناطق للإصلاح الجديدة كلها في الوادي الجديد والأواينا دي الـ 70% دول اللي هم ما غذاءنا بيجي منهم من الستة مليون فدان بيقابلهم تحديات التحديات اللي بتقابلهم إن احنا ما زلنا بنستخدم الرأي بالغم حتى الآن المشروع القومي لتطوير وتحديث الرأي هيحل لنا جزء كبير من المشكلة عملية تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية اللي مقصود بيها تبطين الترع والمبالغ المليارات 80 مليار هتصرف عليها كله ده بيصب في عملية ترشيد الميا واستخدام تقنيات حديثة في الزراع ولكن خليني أكون صريح مع حضرتك كمواطن مصري لما تيجي تتكلم على مواطن مساحته محدودة عنده 6 قرارية عنده نصف الدان عنده أقل منهم ومطلوب أنه يخش في منظومة تطوير الرأي ده تحدي ده تحدي عشان يطبق المنظومة زي تعمل مواء ماليه على قدر ما يملك وبالتالي ده تحدي اللي هيقابلنا تفتت الحيازة الزراعية وتفتت الرقع الزراعي تحدي في تطوير الأليات سواء كان تحديث رأي أو غيره واستخدام تقنيات حديثة الدولة بتتيح تمويل من خلال البنك الزراع المصري من خلال البنك المركزي بفايدة 5% ولكن أنا بقول كمواطن المواطن بطبيعتنا وفلاحين وأنا فلاح عايز يشوف الحاجة قدامه فأنا بقول أنا بقول إحنا عندنا 4700 قرية على مستوى الجمهورية طب ما نخلي وزارة الزراع أو وزارة الري أو دعم من البنوك اللي هي تدي القروض لأهلينا اعمل لي في الأول حق لإرشادي على فدان في قرية كنموزك كنموزك صحيح الراجل هيشوفه ويقتنع بيه صحيح وهو يتبنى اعم إنما من غير ما هو يشوفه هيوبا فيه عندي مشكلة كبيرة لأن احنا ثقافتنا في الريف تحتمت دايما على المشاهدة تجربة المشاهدة وعلى الرؤية فأنا لما شوفه عند جاري أنا هتبنى وهمشي في هذا الاتجاه طالما هو هيفيدني هيوفر ميا هيزود له الانتاج يعني أنا كفى اللحم مش رافض للتغيير والتطوير ولكن يديني نموزك فده من ضمن الحلول اللي أنا باقترحها صحيح إن يبقى فيه حق لإرشادي في كل قرية في الـ 4700 قرية صحيح الناس تبدأ تشوفه تقيمه هي تبدأ تتبنى خصوصا الناس أهلين أصحاب الاحيازات المفتتة الجزء الثاني اللي متعلق بالتحدي داخل الـ 6 مليون فدان عملية التعاونيات وعملية التسويق اللي حاصلت لأن الراجل النهاردة اللي زارع رطين أو ثلاثة زارعهم خضار بيكلفوه أسمدة تقاوي وبالتالي لما بيجي بيحهم ما بيحصلش العائد المبزي نتيجة إن ما فيش سلاسة تسوقية تضمن له العائد بتاعه لأن ما فيش تعاونيات مسؤولة عن عمليات التسويق من غير ما يقب عندنا التسويق ده لأهلين هيقب برضو هو مش بيحصل على عائد مبزي بالنسبة له بل بالعكس هو لما يقب فيه تسويق وعملية التسويق دي وعملية المناطق اللوجستية اللي بتعملها وزارة التموين والحكومة قد تكون منفذ لأن أنا لما يقب عندي منتج في محافظة المينيا هو عايز أسفره للقاهرة تكلفته قد إيه إنما لما يقب عندي منطقة لما يقب عندي منطقة لوجستية في المينيا بتجمع مثلا على سبيل المثال من كل المراكز الإدارية يقب أنا هنا الفاقد عندي في المنتج هنقل وفي نفس الوقت الفلاح هياخد عائد مبزي ده التحدي التاني مش معنى كده الحكومة موقفتش مع الفلاح دايما نسمع أهلين الفلاحين يقولك يعني إحنا متضررين آه صحيح ولكن لما بتيجي تشوف الحكومة خلال السبع سنين عملت إيه وأنا بقول أنا مش بوظف في الحكومة مش تنفيزي يعني آه ولكن لما السيد الرئيس ياخد قرار بتأجيل ضربة الأطيان الزراعية على مدى السنوات اللي فاتت ده ده بيصبف مصلحة بيصبف مصلحة صحيح آه لما سنويا بيحركوا أسعار المحصيل استراتيجية اللي بتاخدها الدولة سواء كان الأمح عصب السكر بنجر السكر الرز برضو بيديلوا عائد اقتصادي تقريبا بياخدوا بنفس الأسعار اللي بيستورد بها من بره وأعلى كمان عشان يحفز المواطن المصري إضافة زراعات تعقدية تاني بالزبط لما دخلنا وفعلنا قانون زراعة تعقدية لصدر في 2015 بمحصولين اللي هو فلسوية وعباد الشمس مرحلة أولى ده كله بيصبه في النهاية في مصلحة الفلاح آه الفلاح لسه بيحتاج كتير وإحنا معاه يعني وإحنا معاه والحكومة بتستجيب معاه ولكن يعني آه خلينا مرحلة مرحلة نعدي مرحلة ونسا اللي قادم طبطين التراح النهاردة لما تتكلم على مشروع البتلو وأنا كنت في أحد القطاعات في وزاقة زراعة لغاية 2017 وكنت أدوه في لجنة البتلو كان كل التمويل المفتاح للمشروع البتلو تقريبا حوالي 60 مليون جنيه في السنة طب انت السنة دي في 2020 الاتاحة لمشروع البتلو 5 مليار جنيه طب مين اللي بتوجهات من السيد الرئيس طب مين السفاد منها 38 ألف مواطن مصر طب أديه كم رأس بتلو ودورة البتلو سريعة من 6 إلى 8 شهور تقريبا حوالي 309 ألف رأس بيتم دعمها في مشروع البتلو كل ده دعم للفلاح لأن انت لما تدعمه اللي بتلو أكيد بتحسن داقلو أكيد بتحسن الحالة الاجتماعية مركز تجميع الألبان اللي الدولة بدأت فيها لسه ما شفت ناس سمرها يعني إنما بدأت فيها الدولة عشان برضو الفلاح اللي عنده حتتين لبن بتاع يقدر ياخد منهم عائد بوكزي ونقبة ضمنين برضو المنتج في النهاية صحي وآمن اللي بيطلع من من هذه المركز المشروع القوم اللي انتجت النهاردة لما نتكلم على المشروع الكبير وتحسين الحالة الاجتماعية وإعادة البنية الأساسية للمناطق الريفية المقصود به تطوير الريف المصر صحيح هذا مشروع من أعظم المشاريع في تاريخ مصر دا بيمس خمسين مليون وأنا واحد من الريف وعايفين الترع بتاعتنا شكلها إيه والمدرس بتاعتنا إيه والتصحة بتاعتنا إيه كلنا كلنا عايشين في الريف وخصوصا في الصعيد وشايفين الكلام دا دا تحول والله ها دكتور اللي بيحصل دا تحول دا انت بتتلم على إيه على استثمارات على استثمارات فارباح تلف وسبعمائة قرية خمسة واربعين مليار دولار ما يعادل سبعمائة مليار جنيه مصر دي برضو لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المناطق الريف اللي هم خمسين في المئة من عدد سكان مصر كله دا بيصبوا في النهاية في مصرحة الفلاح الدولة تتحمل وتكلفة كاملة نسمع بين حين والآخر إشعاعات يقولك تطوير الرأي هيحملوها على الفلاحين لا الدولة متحملة بكل شيء من تطوير الريف المصري من ترشيد المية تبطين الترع كله دا بتتحملوا بالكامل للدولة المصرية كل الشكر للقيادة السياسية والدولة المصرية على ما تنفزه للشعب المصري في كل مجالات وخصوصا في المناطق الريفية لان المناطق الريفية وصعيد مصر اللي أنا يعني واحد من أبنائه عانى سنوات طويلة جدا بدأنا دلوقتي نشوف لما بنسافر الحمد لله شبكة الطرق بدأنا نشوف القرى اللي بدأ فيها التطوير في المرحلة الأولى بدأنا نشوف رضا أهلين يعني لما تنزل وتقعد مع أهلك وانت متربي يوصيهم وعايش يوصيهم وحكي لك عن تجربة واقعة بالزبط لا كل الشكر للسيد الرئيس وللدولة المصرية يعني على ما تقدمه للمواطنين المصريين مقابل هذه الإنجازات وطبعا فيه مواطن إيجابي بيكون حريص ويدن بيد مع الدولة في أنه هو بيكمل المشروعات القومية اللي بتحصل في بعض المواطنين وهنا التعميم خطأ اللي هو التعدي على الأراضي الزرعيات شايف وطوء ده عمل إزاي وإزاي بيمسك برضو كواحد راجل فلاح وصعيدي ولمست الأرض وابن المهنة فحابب تقوله خليني قبل الحتة دي كان فيه مؤتمر عن الأمن القزائي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومثلت مصر فيه الوزيرة المحترمة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدامي تحدثت عن أرقام فيما يخص حتى قطاع الزراعة اللي احنا بصدد قالت أن قطاع الزراعة بيحقق 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مستهدفة الحكومة أنه توصله 12% بحلول 20-24 الحكومة مستهدفة من خلال المشروعات القومية الزراعية دي أنها تزود الإنتاج الزراعي بحلول 20-24 30% عن الوضع الحالي يعني الإنتاج الزراعي يزيد 30% من خلال استثمارات اللي تم ضخها وبيتم ضخها لـ 30% تحدثت أيضا عن الحاصلات والصدرات الزراعية قالت أن الصدرات الزراعية والصناعات المقامة عليها في 2020 تقريبا حوال 17% مستهدفة الحكومة المصرية توصلها بحلول 24 إلى 25% نتيجة هذه المشروعات القومية لما يجي حد من أهلنا وبيتعدى على الأراضي الزراعية إحنا مصر والعالم كان بيحتفل بالاتفاقية الدولية لمكافحة تصحر والسيد وزير الزراع المحترم قال بيان مصر وتحدث في البيان عن تحديات ندرة المياه واللي بتعمله الدولة المصرية في مجال مكافحة تصحر والمشروعات القومية أنت النهاردة لما فقدت 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية على مدى 30 سنة اللي فاتت معناها تصحر لأن أنا حولتها من أرض منتجة إلى مباني خصوصاً تكلفة الاصصلاح أعلى كان القرارات اللي خدتها الدولة المصرية وخدها البرلمان بتجريم التعدي على الأراضي الصراعية التغليز العقوبة حدت كثيراً من التعدي على الأراضي الصراعية ولكن المواطن كان في الفترات السابقة بيتعدى ليه ما كانش فيه الرقابة السارمة والإجراءات القانونية اللي بتحد من ده الحالة التانية عنده الحاجة لسكن النهاردة المشروعات لإسكان اللي كل سنة الدولة بتوفر 500 ألف وحدة سكنية عملت مدن سكنية جديدة في كل المحافظات في كل محافظات مصر فيها مدن سكنية وبالتالي الدولة عملت الإتاحة لتوفير السكن لما كدولة أعمل إتاحة لتوفير السكن من فضلك لا تتعدى على الأرض الزراعية أنا عملت لك البديل أنت في الأول كنت بتقولي البديل فين ما عنديش بديل أنا كدولة عملت لك البديل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط كل محافظة دلوقتي فيها مدينة سكنية لكل أهلين كل السيد الرئيس دايما يتحدث وكل اللي عايز شقها وكل سكن لكل مواطن فعلا تم توفيرها وبالتالي من فضلك لا تعدي آخر على الأرض الزراعية لأنك دولة مش هنسمح بذلك طبيعي بحكم قانون كل الإجراءات وتجريم والتشرعات اللي تمت وقبضة الدولة على التعدى على الأرض الزراعية وانت كمواطن عايز سكن أنا تفضل ووفرت لك السكن اللي دايما كانوا أهلينا يتحججوا أننا طبيعي أنا عايز سكن ليا والأسرية وقبضت كانت إشكالية برضا دكتور الصراحة زي ما حضرتك بتوصفها بتوصف تحليل منطقي أنا محتاج ليا سكن في الزرعة اللي أنا عايز فيها لووفر للسكن ثم أنا سيب المكان يتزرع يعني حقيقة ما هو أصل اللي كان بيحصل إيه أن أنت حتى احتياجك في الريف عندنا أنا عايز بيت ميت متر اللي والابني هايز كن فوق ولا بنتي ولا بتاع إنما بتلاقيه ضرب صور على خمس فدن طب أنت خمس فدن دول اللي ضرب عليهم صور أنت كل اللي عايزوا ميت متر يريد تعمل الميت متر وكنت اكتفيت بالميت متر إنما يعني بحيي الدولة وبحيي مجلس النواب على القرارات وتجريم التعدي على الأراضي الزراعية والإجراءات اللي خدتها والسكن لأهلينا الدولة وفرته ومتاح لكل أهلي مشروع استزراع غابات المانجوروف في سفاجة صح؟ صح حضرتك كنت مديره أو مشرف عليه بالفعل الغابات المانجوروف دي الغابات الطبيعية الوحيدة اللي موجودة عندنا في مصر دي نمية على السواحل البحر الأحمر احتبارا من مدينة الغرداء موجودة في خليج العقبة في محمية نب وفي محمية شرم الشيخ فرس محمد هذا النوع النباتي مهدد بالانقراض برغم أهميته الكبيرة جدا لأنه هو مزروع على مية البحر نامي على مية البحر أربعين ألف جزء في المليون وبالتالي ليه أهمية مستقبلية بجانب أهميته دلوقتي في حماية الشواطئ تقريبا كل أسماك القشريات الجنبري والسكوزة البيئة اللي حضنا لها لأنه هو بيلمو في أرض ساندكلي أرض طينية رملية فالقشريات دايما تحتاج حاجة من هذا القبيل إنما إحنا دلوقتي بنعمل ما يسمى الفينجر برينت باللغة الإنجليزية يعني البصمة الوراثية بتعاون مع زميلنا في مركز البحوث الزراعية ومركز البحوث صحر اللي بشتغلوا في مجال زراعة الأنسجة لأنه بنحاول أنه يكون نحتاجه في يوم الأيام نقل بعض الجنات المسؤولة عن تحمل الملوحة والكفاف لبعض المحاصيل الشغالين على الابحاث العلمية في هذا المجال زودنا المساحات المزروعة منه لأنه بيشكل جزء كبير من المورد السياحي لمصر السياحة البيئية هي جزء كبير منها عندنا في بعض المناطق بيدخل تقريبا حوالي 500 مليون دولار كان في محمية نبك ورأس محمد لأنه بيقطع تيكت السائح وبالتالي اللي هو عائد على السياحة البيئية عاد كبير بشكر الدولة المصرية والحكومة المصرية على اهتمامها وتوفير دعم لهذا النشاط المهم جدا أكاديمية البحث العلمي بتساهم مركز بحوث الصحراء بيساهم فيه دلوقتي برضو قد يخش معنا الجامعة الأمريكية حاليا في بعض الجزء المتعلق بزراعة طيبات المنجروفة التوسع فيها على ساحل البحر لحفر أنا حقيقة بشكر أنا مشرف على هذا المشروع وأنا بشتغل على هذا النبات من سنة 96 دي معلومة جديدة وأنا بشتغل في المنطقة الجنوبية في مصر في جنوب شرق مصر من 95 وأنا كنت أول مرة أشوف هذا النبات وأنا على الطريق رايح المنطقة الجنوبية فشدني إيه النبات ده عتى أدرس بدأت أشتغل عليه من 96 حتى الآن معظم بحوثي منشورة دوليا على هذا النبات وبرضو أرجح تاني وبقول أنا بعمله هواي مش مجرد وظيفة أنا بعملها لا بحاول أكتشف أسرار هذا النبات فيديته إيه ممكن يفيدنا في مصر إيه في قطاع الزراعة في قطاع المحميات الطبيعية وبالتالي بقى بسعيد جدا لما أنا أشرك مجموعة ودايما بحاول أن أنا أشرك مجموعة من شباب الجامعات معسكرات يزرعوا فيها المنجروف يعرفوا أهمية المنجروف تأيه عايز أقول لحضرتك لما بيجوا بعد سنة ويشوفوا اللي زرعوه يلقوها شجرة كبيرة في قلب المية الانتماء ورفع الوعي ده شيء مهم جدا جدا لازم نعمله لولادنا في المدارس وولادنا في الجامعات لأن بلدنا زاخرة بالموارد الطبيعية لشعب عظيم على فكرة أن حضرتك بتقول أن يشوف ده فالانتماء بزيد فعلا فيه كتاب مترجمة الروسية بتكلم على فكرة الانتماء أن الانتماء يمارس ولا يورس هتشوف هتلمس ده بعينك فانتماءك فعلا لبلدك هتحس أننا ليا مكان هنا وهي بتديني فعلا الخير وهي احنا عندنا مناطق لما تشوف المنجروف وانت في جنوب مرس علم أو في منطقة مرس علم في محمية ود الجمال وجنوبها حاجة تفرح وتنزل في المية وتشوف قدامك المنجروف وخلفيتها سلسلة جبال البحر الأحمر هذا المنظر لا يمكن تشوفه في أي حتة في العالم إلا في مصر هذا المنظر إلا موجود عندنا في مصر شيء مصر زاخرة بالمرض الطبيعية للأجيال بإذن الله اللي جاية الخير قادم ومصر رجعت تاني لنا دولة وطنية مدنية حديثة وهو ده اللي بيعمل عليه القيادة السياسية والدولة المصر ربنا إن شاء الله تعالي حفظة بإذن الله في مركز إكساد حضرتك برضو مدير مكتب إكساد في مصر عزين حبي نوعا النشاط بتاعه وماذا يقدم لمصرنا الحبيبة المركز العربي دراسات المناطق الجاف والأرض القاحلة اللي مكتب إقليمي في القاهرة بيتشرف إن أنا أكون مديره المركز العربي ده أنشئ سنة 68 بطلار من الجامعة العربية وده واحد من الأزرع الفنية لجامعة الدول العربية فيه زراعين فنين المركز العربي أكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا المركز معني بكل الدراسات والبحوث للمناطق الجافة وشبه الجافة في الوطن العربي المنظمة العربية معنية بالمناطق المروية الزراعات اللي تحتمد على المياه المروية هذا المركز على مدى تاريخه فيه خبرات متميزة عندنا خبراء مصريين يعملوا في هذا المركز في الإدارة العامة بعضهم موجود حاليا في دمشق والبعض الآخر موجود في وزارة الزراع السعودية معار من المركز عايز أقول لحضرتك أن خبراءنا المصريين مميزين جدا في عملهم الدولي داخل المنظمات الدولية والإقليمية المركز فيه خبرات كثيرة من كل البلدان العربية من تونس من الجزائر من المغرب من السودان من دول الخليج بيقدم مشروعات بحسية ودراسات متعلقة حاليا حتى هو المسؤول عن داخل الجامعة العربية عن الثلاث اتفاقات دولية المعنية بمكافحة الصحر بالتغيرات المناخية بالتنوع البيولوجي المسؤول عنهم داخل الجامعة العربية هو المركز العربي بيأدي دوره بصراحة وأنا داخل مكتب القاهرة حتى شغلنا جوه مصر مركزين على مناطق السحل الشمالي على حصاد المية نفذنا العديد من المشروعات بتمويل سواء كان من الفاو بالشراكة مع الجامعة العربية لحصاد المية لعملية الممارسات الجيدة لمزارع التين والزتون عمل خزنات مية للشرب الحيوانات وشرب أهلنا في مطروح لأن التنمية الزراعية تحتمد في هذه المناطق على الأمطار وعلى تخزين وعلى السدود والخزنات أروح برضو لعمل تاني خدمي باستهويق لمحضرتك يعني شفنا السيرة العطر والسيفي بتاع حضرتك العمل خدمي من أيام الجوالة في الجامعة فده حابب أنك تكون وسط الناس خصوصاً كمال الأجمل أنك تكون وسط أبنائك وزمائلك والسزة بتوعك اللي هم في المهندسين الزراعيين وحضرتك نقيب الزراعيين في مصر في خطوط كده حابب تقول ماذا تقدم النقابة لأبناء النقابة ولو في تحديات في مطالب مشروع حضرتك حابب تطلبها كنقيب لأكثر من دورة كمال موجود والناس حابباك فحابب تقول ليه والتحديات والطلبات اللي حضرتك تطلبها للمهندسيين في مصر خليني أشكر حضرتك على هذا الطرح والعمل الأهلي والعمل الخدمي وسط الناس أنا حتى في فترة من الفترات كنت عدو مجلس إدارة أحد الأندية في مصر ولما جيت خط تجربة انتخابات نقابة المهنة الزراعية وسعيد بسيقة زملائي كلهم واختياري نقيب نقابة المهنة الزراعية زي غيرها من النقابات المهنية في مصر بتواجه تحديات كانت كثيرة جدا طوال الثلاثين سنة اللي فاتت النقابات المهنية الثلاثين سنة اللي فاتت خليني أتكلم بصراحة كان بيسيطر عليها فصيل معين هي كل حياتهم هي النقابات المهنية ما يعرفوش يعملوا عمل عام غير من البيت للنقابة ومن النقابة للبيت تعرضت نقابتنا وهنا بتكلم عن نقابة المهنة الزراعية لمشاكل كثيرة جدا خلال الثلاثين سنة اللي فاتت زميلنا المهنة الزراعيين بيعانوا من ضحف المعاشات ومن تأخر المعاشات والنقابة مش قادرة تفي بالتزامها تجاه زميلنا أصحاب المعاشات ودي أزمة تورسناها من المجالس السابقة الأصول التي تملكها النقابة لا تدار إدارة استثمارية كانت تدار إدارة يعني غير رشيدة اللفظ يعني المهزة بغير رشيدة وبالتالي فيه تحديات كثيرة مشروعات كثيرة متوقفة كانت حتى عام 2017 فبريع 2017 حقيقة أنا وزميلي أعضاء المجلس يعني عملنا أن نحن نحاول نحلحل جزء ونحسن جزء بدأنا بالإدارة الاستثمارية للأصول بدأت تؤتي سمارها معنا ما زالت مشكلة المعاشات مستمرة ما زالت تأخير في المعاشات مستمر والقيمة نفسها 100 جنيه المهند الزراعي في الشهر يعني المعاش الشهري لا تليق أبدا بالمهند الزراعي ودحقه وحتى إحنا مش قادرين نلتزم يعني بيها في موعدها وفي جزء كبير متأخر مش بقول دا وأنا في نهاية دورتي يعني إنما عايز أقول أشكر كل زميلي أعضاء المجلس اكتهدنا بزلنا كثير حسننا جزء كتير رشدنا الانفاقات داخل النقابة العامة وداخل الفروح حكمنا الإجراءات والانفاق المهم جدا أن أنت تقبر سالة للناس يعني أنت مع الناس بتبصلك طب أنت جوة النقابة العامة حجم الانفاق عندك إيه وبالتالي رشدنا بالفعل حجم الانفاق يعني قانون النقابة خلينا أقول لحضرتك بيسمح للزميل اللي بيجي من المحافظات أعضاء المجلس أنه ياخد بدل الانتقال مرة أو اثنين في الشهر بيحضر لجان بيحضر مبيت عملناها مرة واحدة في الشهر عشان نضغط الانفاق القانون بتاع النقابة عشان تتحسن الموارد ونفي بالالتزاماتنا زي كل النقابات المعنية بتطالب تعديل القانون قانون سنة ستة وستين ما بناخدش دعم من الدولة للنقابة خالص غير اثنين مليون جنيه بداخل ميزانية وزارة الزراعة لصالح صدوق المعاشات سنة ستة وستين كان ممكن إنما إحنا دلوقتي في الفين واحد وعشرين عدد المستحقين للمعاش من زميلي ميتين وخمسين ألف ومهند زراعة بتتكلم عشان تطلع معاشر أنت تقريبا عايز خمسة وعشرين مليون بس عشان تطلع شهر مواردك محدودة محددها القانون تحصلاتنا من الجهات داخل وزارة الزراعة التقاوي بشكرهم كلهم لأنه بنحصلها بنسبة مية في المية وديه اللي مساعدانا نقدر ندفع معاشات شركات الأسمدة فيه شركات ملتزمة معانا وشركات غير ملتزمة أقصر اللي في إيدك تعمله إن أنت ترفع قضية واتطبع لجراءات القانونية إن شاء الله ربنا يكتب لك النجاح بإذن الله وبرضو كل الساعد الموجودة داخل النقابة المحترم نقابة الزراعيين وتحياتي لكل مهندس زراعي بينزل الأرض كده عن حب يعني دايما بيكون إيده هو الوجهة والباحث العلمي لعظماء مصر الفلاحين والمزرعين شرفت والله على المستوى الشخص واستمتعت بلقاك وبرضو بكرر تاني إن شاء الله ربنا يكتب لك النجاح بإذن الله تحياتي لك دكتور إن شاء الله أنا بشكرك ويعني شكر لحضرتك وكل فريق الإعداد والبرنامج وسعيد بالاستضافة وشكرا عن الوقت اللي داتهوني تحياتي لك دكتور مشاهدينا خلص الحلقة النهاردة قد نجور على الثقافة وطنية من هذا المحترم دكتور سيد خليفة الأمين العام لاتحاد المهندسين الأفارقة ونقيب الزراعيين بجمهورية مصر العربية ربنا نكتب له النجاح بإذن الله وطمننا على أن الزراعة المصرية بخير لأننا دولة في الأساس زراعية ربنا أحفظ مصر محروصة كانت وما زالت وستظل بلد إن شاء الله الشكر موصول للكاتب الصحفي متحت موحدين رئيس تحريب البرنامج نشوفك إن شاء الله في يوم جديد من طريقي في أدب وسياسة وفن ورياضة في أمان الله